وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصادة وتقديم حوافز أمالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم بذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الانتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار وقد عرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح كما عرض الوزير السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الانتاج الزراعي مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد كما تم استعراض الطاقات الانتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لانتاج الأسمدة وذلك في ضوء التغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر كما طلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربيين فضلا عن مواصلة رفع كفاءة اسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية